والصلاة على سيدنا رسول الله وعلى آله أصحابه ومواله هذه رسالة مفتوحة إلى دجال بليد كذاب مسيلم هذا الزمان ألا وهو مزمّر فقيري الذي كان يعني بسودان مزمّر فقيري لا قروة ولا شك أنك لا تعرف الطريقة التجانية ولا تعرف الشيخة التجانية لأنك تعرف الطريقة التجانية لما تقول ما أنك تعرف حقيقة أن هذه الطريقة التجانية مؤسسة بأسول من الكتاب والسنة كما قال خليفتها الأكبر مولانا الشيخ إبراهيم إنيس السنغاري في كتاب هذا المسمى روح الأدب هذا الشيخ إبراهيم إنيس السنغاري هو خليفة هذه الطريقة الأكبر من الكولفائها لا سيما في إفريقيا يقول في هذا الكتاب نسيحة مني إلى إجواني فلتمسق طريقة التجانية إن هذه النسيحة يبطيها مولانا الشيخ إبراهيم إنيس السنغاري للإجوان الذين لا يعرفون الطريقة ولا يعرف قيمتها والآن ينسوهم على أنهم فليتمسقوا بهذه الطريقة لأن هذه الطريقة أُسست بالسنة والأخرقان يقول طريقة مهد الفضل والردوان هذه الطريقة طريقة مهد الفضل والردوان ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أُسست هذه الطريقة بالسنة والأخرقان هذه الطريقة كل ما فيها من الأذكار إنما أُسست من أصول الدين ومن أصول السنة من أصول الدين والسنة النبوية أُسست بالسنة والأخرقان وَلَادِمُ أَوْرَادَ هَذِهِ الطَّرِيْكَةِ بِذَايُ يُنَالِ الْرِبْحُ بِالتَّحْكِيلِ كلُّ مَنْ لَادَمَهَا وَيَقْرَعُ أَوْرَادَهَا لَيْلًا وَنَهَارًا سَبْلًا وَالْأَسَلِ يَسْلُقُ وَيَقُونِ فَائِذًا بِإِذْنِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إذن هذا قول كلفة هذه الطريقة الأكبر مولانا الشيخ إبراهيم إنياس السنغالي هذه الطريقة أصلها مولانا الشيخ أحمد تجاني بأصول من الكتاب والسنة بأصول من ماذا؟ بأصول من الكتاب والسنة ها أنا محمد المشتبة إن شاء الله بعد إثال هذا المقطع الذي وجدته على فيسبوك أتعرض عليك إن شاء الله الغراهين والحجج الأدلة التي تدل على أن هذه الطريقة أسست من أصول الدين أسست من أصول الكتاب والسنة إن شاء الله ربي ورب كل شي حاكم الأيوة الأمة مع هذا المقطع الذي وجدته في أهل كتاب الطريقة التجانية في العالم بيثبت صحة الكلام ده إنه صلاة الفاتح مش أفضل من الغرام براه أفضل من أي عبادة عربة عابد على وجه الأرض ده كلام هذا الكلام بأجلة وما في واحد من يدر ناغش نتخيل ما بيطلعهم في العالم ده كله العرب والعجب الخواجات والعرب من التجانية ما بيدر نفسون بالكلام والعقيدة بتاعت هؤلاء من ركبها واعتقد عقيدة التجانية ومات عليها قبض في جهنم خالدا مخلدا فيها لا يخرج أبدا والله والله هذا الكلام صفحة 128 في تجاني يقدر يغالدني نحن كبير إنا لله وإنا إليه الراجئون أيها الفقير أيها البليل أيها الدجال من يعرف أهل جهنم من يعرف أهل النار لا يعرف أهل النار إلا الله ولا يعرف أهل الجنة إلا الله ولكن الآن تقول من مات على الطريقة التجانية لابد أن يدخل جهنم خالدا فيه حتى حتى تقسم بالله حتى تقسم بالله تقول والله 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 إنا لله وإلاك المزمي الفقيري أنت تعرف القيب تعرف القيب إن الجنة والنار قيب الجنة القيب النار القيب من يعرف القيب وعنده مفاظب القيب لا يعلمها إلاه لا يعلمها إلاه ويعلم ما في البر والبار ألم الغيبي فلا يذهب على قيبي أهلا من أين أنت تعرف أن كل من مات على الطريقة الجانية فمأواه النار من ألمك هذا من ألمك هذا من أين علمت هذا يا دجال يا بليد يا مسيلم هذا الزمان لكل زمان مسيلم وهذا مسيلم هذا الزمان فقير من السودان أنت فقير في الدنيا وفقير في الآكرة مزم الفقير أنت فقير في الدنيا وأنت فقير في الآكرة إن شاء الله الآن سأوده لك بيانا وعاتي لك بالدلائل الأدلة التي تدل على أن هذه الطريقة أسست يعني بالكتاب والسنة أولا أن هذه الطريقة فما فيها ذكر الشيك أو ذكر وغيره في هذه الطريقة كما يقول الشيخ إبرايم إنيس السنغالي في ديوانه أين الكتاب إذا طالت كتاب الشيخ ديوان الشيخ إبرايم إنيس السنغالي يا فقير في ديوان التاسح مناسق أهل الوداد في مدهي كيل الإباد تجد أن الشيخ إبرايم إنيس السنغالي رضي الله وتعالى عنه يبين لنا أن هذه الطريقة ما فيها ذكر الشكتداني أو ذكر وغيره إن الشيخ إبرايم إنيس السنغالي يقول لأهبابه عليكم بهبل الله للأبد واسكا فنحج يناوي الزكرة نحج شكائي أي الطريقة أن نحج السن السبيل الذي ينافي ينافي ذكر الله هذا النحج نحج شكائي نحج أهل نحج أهل النار ليس هناك نحج في الآلم الذي ينافي الزكرة إلا نحج الوهابية إلا نحج أتباع ابن تيمية هذا النحج نحج غير هنيف نحج غير هنيف إنه نحج الذي تكلى عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذن نحج أمسالكم والذي يناوي الزكرة يناوي ذكر الله أي ينافي ذكر الله سبحانه وتعالى وإن قلت حرز الورد يقول الشيخ إبرايم إنيس إذا سألته هل هذا الورد الذي كنا عليه ورد الطريقة التدانية نحج محمد إن هذه الأوراد أسست على سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول الشيخ إبرايم إنيس أقول نعم وردي للنيل سفعي إن هذه الأذكار كلها أسست بالسنة والقرآن إنها أسست بالسنة والقرآن فما الورد إلا ذكر الله ورد الطريقة التدانية ما فيها إلا ذكر الله وحده الذي لا شريك له وقل الحمد لله الذي لم يتكز ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبير وتكبير كل هذه الأوراد التي نقرأها بالقدو والآسال ما فيها ذكر الشك جاني وما فيها ذكر الشك إبرايم إني السنغاني إنما ذكر الله وحده نوهد الله في كل أحوالنا وأحياننا وأركاتنا وجؤوننا وأحوالنا كلها كنا نذكر الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آيشة يذكر الله على كل أحيانه هكذا نهن قوم والسفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الهاديث الشريم في آكر الزمان يكرج أقوام في آكر الزمان يود أحدهم أنه فقد أهله وما له عنه ورآني أشد الناس لهباني قوم يكونون بعدي يود أحدهم أنه فقد أهله وما له عنه ورآني يا فقير في الدنيا يا فقير الزمان في مزم الفقير تعرف أننا نعنو التجانيون نعنو التجانيون إن جبنا في هذه الطريقة وترعرحنا بها ونسأل الله تبارك وتعالى أن نموت فيها الطريقة التجانية الطريق التي تمشي على الكتاب والسنة تمشي على كتاب والسنة تمام فما فيه ذكر الشيك هما الورد إلا الذكر الله وحده تسلي هذا المختار خير ورائي فما فيه ذكر الشيك أو ذكر غيره معنى فيه ذكر الشيك في هذه الطريقة لا نجلسه بالقضو أو الآسالي نذكر اسم الشيك تجاني في أورادنا لا 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 هذا مستحيل مستحيل لكل مسلم قلقة توهيد أن يختص وقتا يجلس ويذكر اسم غير الله هذا مشرق بالله وبالتاريقة التجانية ما فيه أمثال هذه أعمال التواجه ما فيه في طريقة التجانية الطريقة التجانية ذكر الله وحده لذلك نرد عليكم ردا علميا يا مزمي الفقيري فقير في الدنيا وفقير في الأكرة هذه الطريقة لم ولن نتركها أبدا نسأل الله تبارك وتعالى أن نموت فيها فإنها طريقة يسل الأبد إلى ربه بلزومها إذا لازم الإنسان هذه الطريقة يسل إلى الله وإلى رسوله بالسلامة وبالإيمان الكامل لذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن نموت في هذه الطريقة التجانية فنجبنا فيها وترعرعنا فيها وقبرنا فيها ونريد أن نموت فيها إن شاء الله أيوة فما فيه ذكر الشيج أو ذكر غيره فوردي لداعي الأبد أي ندوائي فهذا الورد كل من كان له مرض الكلب إن كان لك مرض الكلب أو زيق الكلب أو شين في كلبك إذا لازمت ذكر الله لسيما ذكر هذه الطريقة هذه الطريقة إن شاء الله قلبك يكون سليما قلبك يكون ماذا سليما إذا لازمت هذه الطريقة أيوة إذا شرعت في الدكار الوذي فلازم الآداء بقدر لهذه ما بهم؟ إن هذه هي أقوال مولان الشيخ إبراهيم إنياس كليفة الأكبر في هذه الطريقة التجانية إذن كما قلت لك بداية يا فقير مزمي الفقيري فقير بالدنيا فقير بالآكرة الآن سأعرض لك يعني الأدلة التي تدل على أن هذه الطريقة أسست بالكتاب والسنة أيوة أولا هذا الكتاب المسلمة الأدلة اليقين في جواد الطريقة التجانية كتابا وسنة سأعترض عليك بعد الدلائل التي تثبت ألا أن هذه الطريقة أسسها صاحبها ألا وهو مولان الشيخ أحمد تجاني ألا نهج البيداء أسسها ألا ماذا؟ ألا نهج البيداء أيوة الدليل الأول الاستجفار الاستجفار أمر معمور من الله في القرآن أمر معمور من الله سبحانه وتعالى لإباره لكل موحد أن يكون حلف استجفار دائما أن يكون ساهب الاستجفار دائما بالقدو والأسال أيوة قال الله تبارك وتعالى واستغفر الله إن الله قفر الرحيم يا مزمي الفقير يا فقير في الدنيا وفقير في الآكرة أليس هذا أمرا من الله سبحانه وتعالى أليس هذا أمر من الله أمر عباده باستجفار في كل وقت وحيد أليس هذا أمر من الله يا فقير بالدنيا وبقير بالآكرة أيوة وفي آية الأخرى استغفروا ربكم إنه كان قفارا وأن استغفروا ربكم إنه كان قفارا يرسل السماء عليكم مجرارة ويمددكم بأموال وبنينة ويجعل لكم جنات ويجعل لكم الأنهار من استخسر من ذكر الله يمدده الله تبارك وتعالى بالأولاد والبنين وآياني والأموال والأنهار أن هذه الخيرة التي ذكرناها توجد بكسرة ذكر الله توجد ماذا بكسرة ذكر الله بكسرة استجفار بكسرة استجفار أيوة أليس هذا دليل من الكتاب والسنة من الكتاب يا مزمي الفقيري والدليل الثاني قوله عليه الصلاة والسلام في حديث سهي من لازم استجفار جعل الله له من كل هم مفرج أي من داوم على استجفار من وازم على استجفار من كان دائما يستغفر الله جعل الله له من كل هم مفرج من كل ديك نصرا وسرورا ومخرجا أفهم؟ ومن كل ديك مخرج ومن يجعل له ومن يتقل لا يجعل له مخرج كل من كان يلازم الاستجفار لا بد أن يجعل من المتقين لا بد أن يجعل في المتقين ورضكه من حيث لا يحتسب أي معنى ورضكه الله من ساحب الاستغفار من حيث لا يعلم من حيث لا يعتصف أي من حيث لا يعلم والدليل الثالث وقوله عليه السلاة والسلام ما من أبد ولا أمت يستغفر الله في يوم وليلة اسمه يا مزم الفقير اسمه أليس هذا قول النبي ألن يكون هذا قول النبي يعمر النبي الأمة المحمدية بكسرة الاستغفار ألن تعرف هذا ألن تعرف هذا يا فقير في الدنيا يا مزم الفقير في الدنيا لن تعلم هذه الأهديث التي نكرأها الآن التي نوردها الآن أنتم لا تعرفونها أنت لا تعرفها يا غافل يا بليج يا هلفهوى يا مزم الفقير من السودان يا لاغوت من التواجيت يا آبد الأوسان يا آبد يا آبد يا آبد ابن تيمية يا آبد أبد الوهاب يا آبد الباني أنت لا تعلم ذلك أنت لا تعلم هذه الأهديث التي نكرأها الآن إذا كنت لا تعلم فهي أهديث النبي وكل من لم يرضى بأهديث النبي فهو خارج عن الإسلام هو خارج عن ملة محمد كل من أبعاً يكون مستقراً ومسبتاً أو مسبتاً لأهديث النبي فهو خارج عن ملة الإسلام فإن القرآن لا يجري إلا بالحديث والحديث لا تجري إلا بالقرآن نهن أهل السنة نهن أهل السنة الحقيقيون أنتم تدعون على أنكم أهل السنة لكنكم خالبتم سنة نبينا خالبتم دين نبينا وتغيرتم دين محمد إلى دين أكر نهن ألا ملة محمد ونهن ألا دينه ونهجه وسنته وسبيله التي ترك أصحابه عليها نهن أليها وسنموت عليها إلى يوم القيامة إن شاء الله ونهن السوبية نهن أتباه السوبية انجبنا بالطريقة وترعنا فيها ونريد أن نموت فيها بإذن رب العالمين ونهن أتباه الدليل من قال قولاً فأليه بالدليل أنت تاته وتخسم بالله وتهلم بالله تهرف بالله بدون آية من القرآن ولا حديث من أهديث نبوية تقول من مات على الطريقة فما أواه النار من أين لك هذا يا فكير يا فكير من السودال من أين لك هذا كل من قال قولاً فأليه بالدليل هنهن بالدلائل والبراهن أمامنا القتب قرأنا القتبة ولكنك تقول بقول ليس لك هجة يا سلام ما من أبد ولا أمت يستغفر الله في يوم وليل سبعين مرة إلا قبر الله له سبع مئة زنبين والذي خاب أبد وأمت أمل باليوم والليلة أخسر من سبع مئة زنبين أخسر من سبع مئة هذا قول رسول الله هذا كلام رسول الله هذا حديث رسول الله ألا تعلم هذا الهديث يا فكير والهجة الخامسة والدليل الكامس قوله صلى الله عليه وآله وسلم قول الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليؤذبهم وأنت فيهم وما كان الله مؤذبهم وهم يستغفرون هذه الأهديث والآيات الكريمة التي كرأناها تخفي حجة يعني علينا وعلى إباد الله السالحين الذين لزموا الاستجفار ليلا ونهارا وعنتم الذين تكليتم على الذكر فما لكم إلا أن تكونوا على هالاتكم ونانوا على هالاتنا وعلى طريقتنا ولن نتركها أبدا إن شاء الله انتهينا بالأدلة هولا الاستجفار والآن إن شاء الله نأتي إلى الأدلة على السلاة على النبي كتابه والسنة في الطريقة الجانية أولا الاستجفار هو نبدأ به بالسباء إذا صلينا الصبح لن نبدأ بكل شيء أولا إلى الاستجفار والاستجفار معمور من الله وبعد الاستجفار سمى السلاة على النبي سمى السلاة على النبي وكل مسلم يعرف بسورة الأهباب أمر الله المسلمين يعني بالسلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل من قرأ القرآن وفهم القرآن يعرف ذلك والدليل الأول الذي يجعلنا نجلس بكل نجلس بعد سلاة السوبه نكدم الاستجفار سمى السلاة على النبي دليل من القرآن وبسورة الأهباب قال الله سبحانه وتآل يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما يا مزم الفقير يا مزم الفقير إن الله وملائكه والذين آمنوا وكل من يجدد وقته ويخصص وقتا مناسبا يجلس ويسل على النبي فهذا قد فارك مقام الإسلام إنه وأدرك مقام الإيمان من كان يلازم سلاة النبي دائما قد فارك مقام الإسلام وأدرك مقام الإيمان لأن الله تبارك وتهلم يأمر المسلمين بتخصيص الوقت للسلاة على النبي ولكن أمر المؤمنين كل من كان يلازم سلاة النبي دائما وهو من المؤمنين ولذلك قال الله يا أيها الذين آمنوا لم يقل يا أيها الذين أسلم لأن مقام الإسلام مقام الإسلام هو مقام الأول هو المقام الأول أليس؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وسلموا تسليما هذا دليلنا الأول بالسلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدليل الثاني قوله عليه السلاة والسلام من صلى عليه كل يوم مئة مرة قد الله له مئة حاجة من جلس في وقت واحد وفي مكان واحد ثم السل على النبي مئة مرة فقط مئة مرة فقط قد الله له مئة حاجة إن كان لك كثير من الهوائج كثير من الهوائج أربعين خمسين إلى مئة يقد الله هذه الهوائج بالسلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بفضل سلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قد الله مئة حاجة من سبعين منها بالآخرة إنما تقدى هواعجك سلسين في الدنيا ويدرك الله سبعين لآخرتك يا أكل يا أكل عزيز إذن علينا بكثرة السلاة لنلتفج إلى هؤلاء الضواجيث ابن تيمية وأتباؤه تلاميذ ابن تيمية وأتباؤه وهولى الواجيث لنلتفج إليهم أيها الأمة عليكم بكثرة السلاة على النبي فإن السلاة على النبي هي النجاة هي النجاة في الدنيا والآخرة إن كان لك هذا إجلس سلي على النبي مئة مرة هواعجك كلها إن كانت إن بلغت مئة تقدى بإذن رب العالمين سبعين في الدنيا سلاسين في الدنيا وسبعين في العاكرة إن شاء الله والدليل السالس حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سلى علي سلاة واحدة سلى الله عليه بها أشرة ومن سلى علي أشرة سلى الله عليه بها مئة ومن سلى علي مئة كتب الله بين عينيه براعة من النفاق وبراعة من النار وأسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء أيها هذا كله من فضل سلاة على النبي وكل من سلى على النبي سلاة واحدة الله يسلي عليه أشرة وكل من سلى على النبي أشرة الله يسلي عليه مئة وكل من سلى على النبي مئة الله يسلي عليه ألف وكل من سلى على النبي ألف في وقت واحدة وبجلسة واحدة وبمكان واحدة انظروا أيها الأمة انظروا وكل من سل على النبي وفي هديث زحمت كتب كتبه إلى الجنة وفي هديث لن تمسه النار أيها ما في هذه الطريقة التجانية إلا الذكر لله سمى الصلاة على رسول الله سمى الحيلة هذه هي أوراد الطريقة التجانية ما فيها إلا هذه الأوراد إذن هذا الفقير لا يعرف الطريقة التجانية ولا يعرف التجاني لو أنه أرى من هو الشيخ أم التجاني لما قال هذا الكون الشني المفترع المختلع أنت المفترع يا فقير أنت المفترع نعن أهل السنة الأصلي أيها وهذا الدليل يكفي بالصلاة على النبي ثم نواصل إلى دليل كول لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة التقوى ولو كان الخابرة تأمك في خفره تأمكا وقتلا مئتي مئتي نفس إذا قالها جفت كل زنبه وقفر كل زنبه كلها قد كفرت لأنها كلمة سكيلة في الميزان كلمة لا إله إلا الله كلمة سكيلة في الميزان لو أن كفار أهل الدنيا لو أن كفار الدنيا بلغوا ما بلغوا من الكفر وعملوا ما عملوا من الشرك إذا قالوا هذه الكلمة مرة ثانية مخلصا وغفر لهم ذنوبهم كلها أيها أن هذه الكلمة كلمة سكيلة كلمة لا إله إلا الله دليلنا في الكتاب والسنة على اجتماعنا في الزكر أو الوذيبة أو فردا فردا لقراعة كول لا إله إلا الله في القرآن الكريم فألم أنه لا إله إلا الله يقول الله تبارك وتعالى فألم أنه لا إله إلا الله معنى لا مأبود بحق إلا الله المسلم المخلص لن يأبد غير الله لن يأبد غير الله ونحن الصبياء في التريكة التجانية لن نأبد غير الله لن نأبد التجاني ولن نأبد الشق إبرايم إن يسأل سنغالي نهن أحبابهما وأتباؤهما نهن أحبابهما وأتباؤهما وتلاميذتهما لن نأبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتجذ بعضنا بعدا أربابا من دون الله أيوة إنهم قانوا إذا قيل لهم لا إله إلا لا يستخبرون مسألهم أي بمعنى مسأل الوهابية مسأل الذين إذا قيل لهم لا إله إلا لا يستخبرون إنهم إذا قيل لا إله إلا لا أمامهم يستخبرون وهم لا يريدون قول لا إله إلا لا وقول لا إله إلا الله من ختم بها دكال الجنة أيضا مات بها دكال الجنة من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دكال الجنة دكال الجنة إن الله يعمر بالأدل الأدل هي كلمة التقوى هي لا إله إلا الله وفي هديث القدس لا إله إلا الله حسني من قالها دكال حسني ومن دكل حسني أمن من عذابي انظروا لا إله إلا الله حسن الله من قالها دكل حسن الله ومن دكل حسن الله أمن من عذابي الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يقول الله تبارك وتعالى فازكروني أزلككم واشكروني ولا تكفرون أيضا وفي الحديث يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم إلى يا رسول الله كيف نجدد إيماننا قال أخسروا من قول لا إله إلا الله وكل من يريد أن يجدد إيمانه فليخسر من قول لا إله إلا الله فليخسر من ماذا من قول لا إله إلا الله أن إيمانه يجدد يجدد إيمانه يجدد من قال لا إله إلا الله وفي الهاديث من قال لا إله إلا الله ومدها لا إله إلا الله أيضا مدها هذا هو مدها ومدها حدمت له أربعة آلا بزنب من القبائر من قال مثل ما قلت الآن لا إله إلا الله أي من قال لا إله ومدها حدمت له أربعة آلا بزنب من القبائر والآن لقول هذا الكول السابت حجم الله مئة آلاب من زنبي من الكوائع رضينا بذلك أنتم الوهابية لا ترضون بالفضل والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وأنتم لا ترضون بذلك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله هو السمير الحمد لله أيها الأمة كما هي آدتي أنا محمد المشتبى من نيجيريا أنا أعجمي كعنتم ولكن على جيرتي لهذه اللغة العربية تألمتها هنا في نيجيريا في الدهليزية إن علمائي وتأحدت على أن إذا رأيت كل وحبي يطعن أو يأذه يعني أقيدتنا وذلكتنا أهول على قدر الاستئداء أنا لا أتركه أرد عليه رد علميا كما هو غرضنا لتعليم هذه اللغة لكي نبلغ رسالات الله ودعوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكل مرة أمقت مثل هذا على فيس بوك أو على تويتر أو على تيك توك بالله ساعدوني أريد لأني إن شاء الله لا أترك كل وحابين الذي يقضع عن طريقتنا وأكيدتنا وولماءنا وشيوكنا اللوما إلا إذا رددت عليه اللوما إلا إذا أردت عليه ردا علميا بجاه سيد الوراء صلى الله عليه وآله وسلم أرجو أن هذه الرسالة تسل إلى هذا الفقير فقير في الدنيا وفقير في الآكرة ومزمّ الفقير من السودان اللوما جعلنا من الذين يستعملون الكولا قيتبئون أحسن سبحان ربك رب العزة أما يسكن والسلام أذم رسالين والحمد لله